موسيقى موسيقى حقيقة لما تيجي ببص على تاريخ النهاردة هتلاقيه 20 يناير 2021 يوم تنصيب جو بايدن رئيس للولايات المتحدة الامريكية هتلاقي ان قادة العالم كلهم قادة منتظرين اليوم ده هيمش ازاي مش قادة العالم بس الاقتصاديين بتوع العالم قادة منتظرين اليوم ده هاخلص على ايه بورصات العالم كلها وقف عارجي الدولار الامريكي قادة العالم كلهم عاوزين يعرفوا يعتمدوا عليه في الاحتياط النقد بتاعهم ولا يرموه ويروح للدهب بس الحقيقة لما تيجي ببص على شاشات التليفزيون هتلاقي اليوم ده مشي في امريكا بمنتهى سهول ومحصلش حاجة يعني ولا حرب اهلية ولا حاجة حصلت ولا حد اقتحم مبنى الكابتول ولا اي حاجة والراجل جو بايدن اقسم القسم بتاعه قدام مبنى الكابتول اللي تم اقتحمه وابل كده منتهز سهولة ومشي بس الحقيقة ده اللي باين في شاشات التلفزيون اللي حصل بقى غير طبيعي واللي حصل ده خطير جدا الشعب الامريكي نفسه مصدوم من كمية الاحداث اللي حصل طب هو ايه اللي حصل؟ هستعرف؟ هقول لك مش انا اقول لك لازم احكيها القصة من الاول القصة كلها تبتدي ان جو بايدن عمل مؤتمر يطلع يتكلم فيه ويشكر انصاره جوه ولاية دي لاور الامريكية الولاية دي اللي هو كان طول عمره بيخدمها سياسيا كان النائب بتاع الولاية دي لفترة كبيرة جدا وهو على فكرة محبوب جدا جوه الولاية دي الحقيقة لما طلع يتكلم حصلت حقيقة غريبة جدا قاعد يقول كلام زريف وجميل قاعد يقوله على فكرة انا بشكركم كلكم قاعد يقوله لدعمكم لي انا عمري ما كنت حبقى رئيس كلام حلو جدا وهو بيتكلم عيط رئيس اقوى دولة في العالم بيعيط على الهواء على شاشات التلفزيون السؤال هنا سؤال بسيط هو الراجل ده بيعيط ليه؟ يعني المفروض الراجل ده في الوقت ده يبقى قوي الاقصى ضربة يبقى ان للشعب الامريكي ان هو في كمة قوته ويطلع يتكلم بصوت عالي عاوز يطمن الشعب الاجراءات اللي بتحصل في امريكا غير طبيعية والناس عاوزة تطمن ومطلعت عيط بيعيط ليه؟ بص الحقيقة بيعيط ليه دي؟ ليها تفسير بسيط جدا اول تفسير والتفسير العقلانى يعني الراجل ده مبسوط يعني الرجل ده مبسوط جدا ان هو حيبقى رئيس فبيعيط من قطر الفرحة طب التفسير التاني الرجل ده مش مصدق أصلا ان هو يبقى رئيس مش مصدق اصلا ان هو جيه بقى رئيس ليه؟ تعرف جو بايدن عنده كم سنة؟ 78 سنة جو بايدن عجوز جدا ولسه حيوعه ضربعة سين كمان فالواضح ان الرجل ده اصلا فقد الامل في اخر منصب ميسكو لما كان مع باراك وباما لما كان نائب باراك وباما ده طبيعي جدا انه هو خلاص يعني ده اكتر حاجة ممكن اوصل لها في السن ده انه هو يبقى ييدي ويبقى رئيس الولايات المتحدة الامريكية في السن العجوز ده خلي بالك ان جو بايدن يعتبر من اكبر رؤساء الولايات المتحدة الامريكية عمرا عجوز جدا ايه ده ايه 78 سنة والحقيقة من ضمن فرحيته برضو خلي بالك ان جو بايدن ترشح لانتخاباتها بلكده يعني ترشح لانتخابات الرئاسية سنة 2008 وخسر خلاص ده فقد الامل تماما ده اللي خلاه يبان في الصورة الضعيفة دي حقيقة ان بعد المؤتمر ده المفروض ان هو هيستقل القطر زي ما هو وعد لان خلي بالك ان جو بايدن عاوز يبين للشعب الامريكي ان هو نسخة مختلفة تماما من دونالد ترامب يعني عاوز يبين ان هو بسيط جدا بيتكلم بمنتهى الهدوء بيتكلم بسوط منخفض مش صوت عادي عاوز يبين ان انا نسخة مختلفة تماما عن دونالد ترامب يا باشا انا واحد تاني خالص فهو داخل للشعب الامريكي من الحتة دي فجي يستقل القطر قالوا لا ما ينفعش ليه يا عم امريكا وقف عرجل اليوم ده انت ممكن يختلوك في القطر ده يفجروا لك بقى السكة الحديد القطر يطلع عن مصاره يحصل لك حاجة مش تقصيد فالحقيقة بناء عالتقرير الامنية الراجل هيستقل الطائرة الرئاسية الاولى وهيروح بيها العاصمة واشنطن دي سي عشان يتم تنصيبه حقيقة لما تيجي بص بقى على العاصمة ايه الاجراءات اللي حصلت فيها هتلاقي اجراءات غير طبيعية تعرف امريكا نزلت كم جندي اليوم ده 25000 جندي يعني كنت قلت لك قبل كده 17000 زودوه قال لك 25 ينزلوا اليوم ده في امريكا ولما تيجي بص على تسليح الناس دي هتلاقي ان معاها بنادق واتلاقي تسليح جيش يعني الناس دي معاش لا عصيان ولا خراطين مية ولا اي حاجة اسلحة فقط دول ناس مستعدين لحرب اهلية دول ناس مستعدين لاعمال عنف ومسلحة بدرجة كبيرة فده مشهد غير طبيعي لما تيجي بص على مبنى الكابيتل اللي هو مفروض جو بايدن حيجي يقسم القسم الجمهوري بتاعه قدام المبنى ده شوف كمية العساكر اللي جواه هتلاقي مشهد غير طبيعي وعلى فكرة بس عشان انا قلت الكلمة دي قبل كده في الفيديو اللي فات والناس قعد تقول انت بتزودوا الكلام دي كل نيويورك تايمز قلت لك اخر مرة الجيش الامريكي تم حجده جوه مبنى الكابيتل كان في الحرب الاهلية الامريكية نيويورك تايمز على فكرة مش انا اخر مرة الجيش الامريكي جوه مبنى الكابيتل في الحرب الاهلية فمنظر غير طبيعي غير طبيعي نرجع داني للعاصمة الحقيقة لو ما تيجي تبص على واشنطن دي سي هتلاقي انها بقت ثكنة عسكرية على حسب وكالات الانباء وعلى حسب المواقع تقولك واشنطن دي سي فيها كمية عسكر غير طبيعي وكمية حجد عسكري غير طبيعي امشي على اي ناصية في واشنطن هتلاقي المحلات حتى خشب قدام الاساس بتاعها منتظرين اعمال سرق او نهب او اعمال شغب متعرفش في نفس الوقت لو اي ناصية مشيت عليها هتلاقي عربية عسكرية الهامر الامريكية واقف على كل النواصر وعليها ناس مسلحة بدرجة كبيرة جدا في امريكا على استعداد غير طبيعي غير طبيعي الحقيقة بس في معلومة هنا احاوز ايكد لك عليها انا قلت لك ان هما نزلوا 25000 جندي في امريكا راجعوا اسمائهم يعني قاعدوا يحققوا في اسماء الناس دي ممكن واحد فيهم يبقى متعاطف بدرجة كبيرة جدا مع دونالد ترامب يقوم باي عمل مجنون يبقى وزلنا الدنيا فرجعوا اسماء الجنود دول واحد واحد 25000 واحد واحد عشان يفلتروهم بقى عشان يطلعوا الناس اللي هي تابعة دونالد ترامب او عندهم ميول مش مظبوطة الكلام ده كله الجنود اللي هما منزلينهم يحموا امريكا بيراجعوا معاهم تاني الاسماء نعوز اقول لك بعد المراجعة شالوا برضو كمية جنود من ال 25 و جابوا ناس بدلهم اجراءات امنية غير مظبوقة لما تيجي ببص على الاجراءات المفروض تمشي اليوم ده تمشي ازاي؟ بص بقى سيدي الحقيقة اليوم ده المفروض يمشي كالاتي بيجي الرئيس القادم للوقات المتحدة الامريكية جو بايدن ويخش عند البيت لابيض اللي بيستقبلوا المفروض دونالد ترامب وامراده على باب البيت لابيض يستقبلوهم وبعدين يخش جوه يعودوا مع بعض في حديث وبعد كده يورروهم البيت لابيض وخاصة زوجة الرئيس الحالي وزوجة الرئيس القادم والي اتنين ياخدوا جولة جوه والبيت لابيض يعودوا بقى ايه؟ الستة توريها القوة ده عاملة ازاي؟ والفرشة عاملة ازاي؟ والكلام ده كله؟ تمام؟ وبعد كده بعد ما يعودوا يطلعوا بالعربية بتاعتهم عند مبنى كابيتول والرئيس الحالي بيأخد كرسي كده ويقعد على جنب والرئيس القادم بيطلع يحلف القسم قدام مبنى كابيتول الحقيقة لما تيجي ببص على اليوم ده بيعتبر احتفالية كبيرة جدا في تاريخ امريكا يعني اي يوم او اي رئيس تسليم السلطة ده حاجة كبيرة جدا بالنسبة للامريكان فانت لو جيت تبص على اعداد الامريكان في اليوم ده يوم تنصيب دونالد ترامب هتلاقي مليون واحد مليون على حسب سي ان بي سي قالتلك مليون واحد تم احتشادهم من انصار دونالد ترامب احتفالا بكدوم دونالد ترامب للسلطة ده الطبيعي فلما جو بايدن جيت لا حاجة جريبة جدا يعني لما جو بايدن وصل لعاصمة حصلت حاجة اغرب من الخيال دونالد ترامب خد بعض ومشي فدي البروتوكولات بتاعت اليوم ده تعال بقى نبص لدونالد ترامب عمل ايه يا دونالد ترامب قاعد دلوقتي مستني ان جو بايدن يجي العاصمة ويستلم او يجيله بيت الابيض وياخد منه الحب عمل ايه الراجل ده عمل كمية حاجات غير طبيعية فوق ما انت ممكن تتخيلها خلي بقى لك ان اخر زيارة لدونالد ترامب كانت للجدار المبني بين الحدود الامريكية والمكسيكية خلاص الجدار اللي هو عمله بفلوس كتيرة جدا خلي بقى لك ان الكونجرس كان معاصلة جامد جدا في الجدار ده ومش حاوز يموله ورغم كده عارف ان هو يبني الجدار ده بشكل كبير جدا تقارير الامنية بتقول لك ايه بتقول لك الجدار ده ما عملش اي حاجة وايه اهضار مال عام ليه رح زار الجدار ده ورجع تاني ببيت لبي لما رجع خد اجراءات غير طبيعية ايه بقى اصدر عفو رئاسي عن مين عن كمية اتباع له امتى امبارع يعني يوم 19 طلع كمية عفو رئاسي غير طبيعي عارف تطلع كم عفو رئاسي 143 عفو رئاسي 143 بص الاعلام الامريكي مش واقف على العدد هو واقف عند شخصية واحد اسمه ستيفن بانون ده كان مستشار دونالد ترامب استراتيجي الراجل ده جمع تبرعات لبناء الجدار اللي هو على حدود المكسيكو امريكا قد ايه 25 مليون دولار هل وداهم لبناء الجدار الامريكي عارف عام بيهم ايه صرف منهم مليون دولار لوحده كده يعني هو جمع تبرعات وصرف منهم مليون دولار يعني يخد الخمسة عشرين مليون دولار دول وداهم فين ما عارفش لما عبضوا عليه عبضوا عليه فين عبضوا عليه في اخت كبير جدا وراجل كان مرفه لأقصى درجة مع 25 مليون دولار يعني فالراجل يعني صريف مين تاني الاعلام الابريكي واقف عليه واحد اسمه اليوت برويدي الراجل ده ساعد دونالد ترمب لجمع تبرعات لحملته الرئاسية برضو اداله عفو رئاسي مين تاني دكتور اسمه سالمون ميليون الراجل ده بقى اغرب قصة ممكن تتخيلها بيعمل ايه بقى ده دكتور عيون يروح الناس تكشف عنده يقول له بقى خلي بقى لك بقى انت عينك فيها حاجة انت محتاج عملية دلوقتي عملية تخيل بيعمل كمية عمليات اللي الناس مش محتاجة اصلا يعني الناس بعد ما تروح تكشف عنده يروحوا مثلا دكتور تاني ما هو مش واسق في الدكتور داوي يروح دكتور تاني يقول له يا ابن انت مفاكش حاجة انت سليم ولا عملية ولا اي حاجة الراجل ده نصب على كمية ناس غير طبيعي برضو طلع له عفو رئاسي 43 عفو رئاسي طلعوا من دونالد ترمب ده على حسب تقرير طلع من بيت الابيض من خمس ساعات فقط طيب بس في انا سؤال مهم جدا 143 عفو رئاسي دول هو الراجل ليه ما طلعش عفو رئاسي نفسه يعني هلي بقى لك دونالد ترمب هيتحاكم او المفروض ان هو هيتحاكم بعد تصويت مجلس الشيوخ الراجل ليه ما طلعش عفو رئاسي عن نفسه عشان ما يتحكمش اصلا ولا انتظر تصويت مجلس الشيوخ ولا حاجة يا باش هيتطلع عفو رئاسي ويمشي حاش لو عنده حاجة خلي بقى لك العفو الرئاسي ده لا يسأل فيه الرئيس يعني الرئيس في الحالات دي هو بيمثل القانون محدش سأله انا يا باشا شايف الراجل ده مصدومه هطلعه فليه دونالد ترمب مختصرش المسافة وقعف عن نفسه بص باسي حقيقة جابت السؤال ده مش عند الاعلام الامريكي حاصل يعني الاعلام الامريكي ووستريت جونل تقول لك بحاجة يعرف بس هو اللي طلع من وكالة بلومبرج بتقول لك ان الراجل ده دونالد ترمب ناقش المساعدين بتوعه ان هو عاوز يعافي عن نفسه وعن عائلته كلها ايه بقى ايفانكا دونالد ترمب جونيور جانيت كوشنر كل الناس دي عاوز يعافي عنه قالوله ما تعملش كده يعني المساعدين بتوعه او مستشارين قانونيين قالوله هو هتعمل كده ليه؟ لان ده فيه اقرار بالجريمة يعني دلوقتي موقف دونالد ترمب هو ما عندهوش جريمة لحد دلوقتي لما يتم تصويت ان هو يتم محاكمته ويكروا عليك جريمة ساعتها تبقى جريمة قبل كده مفيش فقالوله عشان تطلع عافو رئاسي لازم يبقى في جريمة فانت لازم تكرر ان انت عملت الجريمة دي عشان تعفو عن نفسه او تكرر علي عائلتك انها عملت الجرائم دي فتعفو عنه فانت كده بتمسك الناس عليك حاجات انتظروا لتصويت مجلس الشيوخ هم ممكن ما يصوتوش بمحاكمتك وتبقى خلاص كده خلصا السؤال هنا تصويت مجلس الشيوخ ممكن يمشي ازاي يعني مجلس الشيوخ فعلا هيصوت بمحاكمة دونالد ترامب ولا قص بقى بيقولك حاليا في حرب داخلية جوه الحزب الجمهوري ليه اني خلي بالك دونالد ترامب بقاش رئيس كانوا بيدفع عنه عشان هو رئيس بيمثل الحزب الجمهوري دلوقتي فقط بنصبه الحاجة اللي بيستند عليها دونالد ترامب بقتش موجودة والحاجة اللي بيدفع عنه الحزب الجمهوري عشانها بقتش موجودة وخلي بالك التصويت ده هيحصل الايام الجاية يعني مش هيحصل لما كان رئيس ممكن لما كان بقى رئيسه التصويت ده يحصل ممكن كانوا يصوتوه انما الوضع اختلف الراجل ده مشي طيب هو عشان محاكمة دونالد ترامب مجلس الشيوخ محتاج يصوت بدي ايه بص بقى مجلس الشيوخ كل محتاجه كلاتي ان الحزب الديمقراطي بكل اعضاؤه يوافقوا على محاكمة دونالد ترامب وان الحزب الجمهوري محتاجين بس 17 عضو ويكرروا محاكمة دونالد ترامب وتبقى خلصة فالتقارير بتقولك ده ممكن اكتر من 17 يصوتو يعني الاعلام الامريكي بيقولك فيه قسام جامد جدا وممكن الجمهورين يصوتوا بمحاكمة دونالد ترامب عشان يبرقوا نفسهم يعني النائب الجمهوري قدام اتباعه يقول لهم ده انا صوت بمحاكمة دونالد ترامب ما حدش يكلمني بقى في افعال دونالد ترامب وان هو حزب الجمهوري وكلامنا انا صوتت بمحاكمته فالوضع خطير جدا بالنسبة لدونالد ترامب دونالد ترامب قال لك بقى حاجة ظريفة جدا قال لك لما هو اغزة يعني انا حاول مستنى جو بايدن لما يجيلي دقا انا مش حاول مستنى جو بايدن انا ااخد بعضه وامشي مشي يمتى مشي قبل ما جو بايدن يجي بساعات ليه على حسب الاعلام الامريكي دونالد ترامب مش عاوز يمشي وهو رئيس صابق ده حاجة ثاني حاجة مش عاوز تشوف جو بايدن اصلا يعني ممكن كان يقابله وميروحش معاه بابنة كابتول مسا لا هو اصلا مش عاوز تشوفه ثانت حاجة هو بيقولك ان هو ساب رسالة للجو بايدن في البيت لابير معرفش بقى سبيله فيها ولا قال له ايه بس هو راجل ساب رسالة ومشي الاعلام الامريكي برضو بيقولك ان زوجة او حرم جو بايدن متضايقة جدا من الحركة دي يعني الحركة دي مطلعة عليها ليه قالت لك والله انا ازاي محدش ياخدني في جولة جوة بيت لابير ايه التهريك ده انا عاوز اشوف القوة بتاعة البيت لابير والستة تعرفتني عليها بنفسها ده ايه اللي تزوء و ايه اللي تبروتوكولات و ايه اللي عملته ده فجو بايدن لما وصل ملقاش دونالد ترامب موجود مش موجود اصلا وحرموا اتدايقته جدا دونالد ترامب بعد ما سيبت بيت لابير عمل ايه بص باسي راح وخد الطيارة عشان يمشي بقى يسيب واشنطن ويروح فلوريدا هنا بقى كارثة سودا ليه يقولك فوقف دونالد ترامب وهو عشان يسيب حكم هل خسر بس الحكم؟ اللي بقى لك هو كان معتمد ان هو هيطلع يشتجى الراجل الاعمال تقريري طالع من بلومبرد فوديحة سودا قالك ايه بقى قالك في حاجة اسمها شوبي فاي شوبي فاي ده زي موقع الانترنت دونالد ترامب كان عنده موقع بيدخله في السنة مليون دولار موقع كده زي اي كوميرس موقع ده بيدخله بالزبط بزبط 930 الف دولار في السنة شوبي فاي اللي هي مسؤولة عن الموقع ده او بتدي المنصة دي الاحققية انها تبقى موجودة اونلاين وسحبت المنصة بتاعته قالت له لأ ما تستخدمش شوبي فاي تاني روح تستخدم لك اي منصة تاني شوبي فاي مش عايزة تعمل مع دونالد ترامب ده حاجة تاني حاجة كان فيه بطولة بتاعت الجولف هتنظم جوه المنتجعة بتاعت دونالد ترامب سنة عشرين اتنين وعشرين لغوا البطولة دي طيب يقولك ان الغاء البطولة دي كلف دونالد ترامب اثنين مليون دولار تالت حاجة شركة دونالد ترامب للانشاءات كتواخده كذا عقد جوه نيويورك كانوا عايزين يعملوا ابراج جوه نيويورك نيويورك لغت العود دي قلت لك لأ احنا مش عايزين نتعامل مع دونالد ترامب ولا شركة دونالد ترامب خسر فيها كم؟ اثنين مليون دولار كمان خسائر دونالد ترامب عظيمة جدا تفوق الحكم بس خلي بالك بلومبرج هنا بتأكد لك بتقول لك خلي بالك ان دونالد ترامب بيكسب في السنة الواحدة بيكسب صفي ربح ستمائة مليون دولار فمش دي الحركات اللي هتقلل دونالد ترامب او تنقصه احتاجة حاجات كتيرة جدا وخسائر اكبر بكتير عشان تهز امبراطورية بتاع ترامب لقطة اخيرة اقولك عليها في سفرية دونالد ترامب او ان هو بيسيب البيت له بيكسب حاجة خطيرة جدا حصلت الراجل ده وهو ماشي قال للصحفيين انا كنت فخور جدا بالعمل معاكم يعني انا مش مصدق يعني خالي بقى لك ان دونالد ترامب كان عطوله يشتم الصحفيين وتخانق معاهم قال لهم مرة دي انا فخور جدا بالعمل معاكم المشاهد المؤثر ان لا مايك بانس كان موجود لوداع دونالد ترامب اللي هو مساعد دونالد ترامب مكانش موجود ولا حد من الحزب الجمهوري كان موجود في وداع دونالد ترامب لما سافر ليه؟ لان العمله ده غير طبيعي انت مفروض تروح تحضر مراسم تسليم السلطة تسبت كل ده وضربت البروتوكولات احنا مش هنعمل زيك احنا لازم نحضر مراسم تسليم السلطة وده العرف بيقول كده والصح بيقول كده فما كانش فيه حد في وداعه ولما استقل الطائرة ضربوه له 21 طلع مدفعا جو بايدن الموقف بعضه وراح مبنى الكابيتول اغرب موقف ممكن تشوفه في تاريخك كله يوم تنصيب جو بايدن بص على مبنى الكابيتول العامل ازاي انا كنت قلتلك ان انصار دونالد ترامب يوم تنصيبه كان مليون واحد صح؟ بص بقى على انصار جو بايدن نفيش حد جوه مبنى الكابيتول اصلا دي منطقة عسكرية يا حضرتك ده اللي يخش الضرب نفيش انصار عارف حطوا بدل الانصار ايه؟ اعلام حطوا له اعلام عشان الراجل ما يدقش ويشوف ان الساحة مليانة والكلام ده كله منتهى التهريك في امريكا حطوا للراجل اعلام وقال لك هيا ده بس كده انبسط بقى وافرح وبتاع بس ناس تيجي وتخش لا مش بس كده انت لما تيجي تبص على ترتيب الحدث بتاع تنصيب جو بايدن جوه مبنى الكابيتول هتلاقي انصار قليلين جدا اقل من العادي يعني ممكن يسمحوا بأدباع وانصار جو بايدن مقربين جدا يحضروا برضو لا يعني مش الشعب العادي ممكن انصاره واصحابه والكلام ده كله مش كلهم كل انصاره ييجوا لا نحنقلل لان ده يوم عصيب حلف جو بايدن قسم واليوم خلص بس تعتبرش ان هو خلص لان هو ابتدا ليه؟ خلي بالك ان اول حاجة هيعملها جو بايدن اول ما يخش ببيت لابيت كرئيس ان خلي بالك هيطلع سبعتاشر قرار سبعتاشر قرار ده اول ما يخش اول ما يخش سبعتاشر قرار بايه؟ كل الحاجات اللي عملها دونالد ترمب مؤخرا هو هيرجع فيها زي ايه؟ قالك والله دونالد ترمب كان طلع قرار من كم ساعة ان هو عيخف القيود مع الدول الاوروبية والسفر منهم والكلام ده كله وممكن من برازيل كمان ممكن الناس تيجي امريكا والكلام ده كله جو بايدن قال لا مفيش حاجة اسمها قيود تتشال مفيش سفريات من برازيل تيجي امريكا اول امريكان يروحوا برازيل ما عندناش في حظر صفر رجع في القرار ده طب ايه القرار التاني؟ كان فيه انبوب بتاع بترول بين كندا وامريكا دونالد ترمب كان قال انبوب بترول ده او انبوب النفط ده او خط النفط ده يتعمل بكام بتسعة مليار دولار عشان ينقل بترول من كندا الامريكا بايدن اول ما دخل قال لك لا مفيش الكلام ده اللي غيري الخط ده كله وما تصرفش التسعة مليار دولار ده حاجة حيفرض ارتداء الكمامات جوه المكاتب الفيدرالية والحاجات الحكومية هنا سؤال مهم هو ليه هيفرضها جوه الحاجات الفيدرالية والحكومية ما يفرضها عبلاد كلها يعني يطلع قانون اي حد ماشي في الشارع ومش لابس كمامة يدفع خمسين جنيه نحية دي مش في سلطته تماما ليه؟ يعني حاكم الولاية هو اللي يقول اللي ماشي في الشارع يلبس كمامة ويفرض عليه غرامته هلا ده جو بايدن حكمه ينحصر على المكاتب الفيدرالية او ان هو يقدر يطلع فيها قانون كل ما يدخل بمكاتب الفيدرالية يتفرد عليه غرامة لو مش اللابس كمامة فهنا دي سلطة جو بايدن ايه القرار التاني؟ قال لك القرار التاني حيرجع امريكا لمنظمة الصحة العالمية ومش هينساحب منها قرار اللي بعد كده قال لك حيرجع امريكا لمعاهدة باريس للمناخ عشان يرجعوا بقى الانبعاثات والكلام ده كله دونالد ترامب على فكرة رجل اقتصادي فكان هو شايف ان الانبعاثات المناخية دي نتيجة عن الصناعة والناس قاعدة تشتغل فما تجيش تقول لي قال الانبعاثات وانحنا عوزين فلوس جو بايدن قال لك لا المناخ واهم حاجة المناخ وعلى فكرة جو بايدن متوقع تقوم بينه وبين شركات البترول مشاكل كتيرة جدا لان هو مش عاوز يسمح بالتنقيب على السواحل الامريكية شايف ان ده بيدر البيئة والكلام ده كله فحتقوم حارب جامدة جدا بين الاتنين دور لان جو بايدن ههم حاجة بالنسبة له البيئة طب ايه القرار اللي بعد كده قال لك انا هخف الكروض على الطلاب المديونين اللي واخدين كروض من البنوك دولالد ترامب كان فرض كيوت كبيرة جدا اللي مش هيعرف يسدد الكارد بتاعه طالب بقى عامل مش عارف ايه ما سددتش الكارد تاخد فوق دماغه جو بايدن مش شايف كده جو بايدن سامح او خفف الكيوت شوية على الطلاب قال لك الطلاب لا ماينفعش وتشوف الموضوع ده قرار اللي بعد كده قال لك احنا هنسمح بالصفر مع بعض الدول الاسلامية اللي دونالد ترامب منع منها الصفر كل ده ماشي يعني كل ده انا عاديش فيه مشكلة اللي جاي بقى مش ماشي خالص قال لك ايه بقى قال لك على فكرة انا متحمس جدا ليه الاتفاقية النهوية مع ايران دي حاجة عجباني جدا انا معديش فيه مشكلة وعاوز ارجع الاتفاقية النهوية انا بكلمك ايه اول ايام جو بايدن في الحكم طلع المرشح لوزارة الخارجية في حكم جو بايدن او في ادارة جو بايدن قال لك ايه قال لك على فكرة بقى ملف بتاع جمال خشوش جي ده حنفتحه تاني نفتحه تاني يعني ايه قال لك والله السعودية على علاقة بمقتل جمال خشوش جي فاحنا لازم نفتح الملف ده تاني خلي بالك ان السعودية عاملة حسابها كويس قوي وعارفة جو بايدن هيعمل ايه او ما يخش الحكم ومستعدية بدرجة كبيرة جدا لعلاقات سيئة مع الادارة الامريكية الحالية فهم عاوزين يفتحه الملف ده تاني ويتاهمه فيه الادارة السعودية هم عاوزين يعملوا كده على فكرة انا مع اخواتي السعوديين تماما قلبا وقالبا احنا في مركب واحدة لسانا بشرح لك اللي هم بيقولوك فهو هيعمل حاجتين ضد السعودية بالنسبة لتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية قالك والله انا ممكن ارجع في القرار ده يعني انا مينفعش ان احنا برضو نصنف الحوثيين منظمة ارهابية ممكن يكون ظلم مينفعش دي كل الحاجات اللي هعملت جو بايدن اوعى تفتكر ان الحكم تاعة جو بايدن شيء عادي ده شيء خطير جدا خاصة على الدول العربية كلي بقى لك ان هو وعد ان هو هيستمر بالاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل هيخلي السفارة الامريكية زي ما هي هيخلي كل حاجة عملت لصالح اسرائيل هيبقي عليها مش هيخلف اي حاجة بس الراجل ده اول ما دخل مستهدف السعودية بشكل كبير جدا دي هي احداث يوم عشرين يناير يوم تنصيب جو بايدن رئيس للولايات المتاحة الامريكية يارب اكونش الاحطلاط بشكل مبسط يارب انصر العرب يارب انصر مصر تحيا مصر السلام تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر اشتركوا في القناة